تلقى حضرة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانه بعودة سموه حفظه الله إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة وتمام العافية هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره وتقديره على ما أعرب عنه سموه من تهان وطيب المشاعر وصادق الدعاء سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يحقق لمملكة البحرين الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة شكرا